البرودة في العيد هزيتهم ومحطيتهم تشمشون غير دعي ومعي ربي فرج عليها من هاد السقنة ما بغيتش نعود نبدل الكرة عودتاني بغيت حتى نتمشي في حالتي بمرة لداري ان شاء الله بإذن الله قسم الله كان مازال طويل حلال والأحرى شوف تحليل سامان شوف انت ماضي 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله نجيبها على كتافي وهذه هي المرأة المغربية الحر الراكد تبارك الرحمن مغرير مغطي مضبط هوا والثاني مضبط تبارك الله الحمد للمرأة المغربية كما انا افقع المرأة المغربية لجميع النساء نقول لكم بلاحية لكم تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن وما ادراك مصوق سبحان الله العذاب اللي كنتوز منه فش كان طيب هاد الشي عذاب كيعلم بغير الله سبحانه وتعالى ولكن فلوس هاد العذاب رحى حلال من يول في المياه ولكن اكفز حاجة اللي كتكرهني في هاد البيعوشرة اه انه كيجي عندك وعد الانسان بغي يتقده وتمحنك على التامان عادة باش كياخد كتديري حاجة زوينة كتديري شي حاجة ديال بطار كتديري حاجة نقية ومني كيجي عندك شي واحد تخيلوك تقول لي هالبطبوطة جوج درهم تتقول لك غير درهم واش هادك العافية اللي كنقابل انا شفتو في الول ديالا فيديو كيفاش ديره حالتي ووحدة كتعطك درهم في البطبوطة درج هاد الفيديو خص يصل للناس اللي كيجي وكيتشطروا على التامان غير اعطيو المرأة وزيدو الله يرحم الوالدين من فوق بالتامان اللي كتبية رحى تشيف فيه العذاب الاليم كيعلم بغير الله سبحانه وتعالى انا دا باك نشوف اي وحدة كتبع المسمن حال سابع يلا اجي معي يا اختي من هاد المسمن والبغير اللي كتشوفي جحال ديال العذاب كتك نضرب فيه كتك نعز تقريبا فرمدان كنعز ساعتين ولا ثلاثة سبع باش كنخدم هاد الكيميه اللي ركي كتشوفي فيها قدام عينك وبهاد الكيميه هادي حاولت نغير حياتي غيرت حياتي من هاد السكنه اللي راني ساكنه في القاراج غيرت حياتي اه غيرتها غيرتها ماشي درت الدار بهاد الخدمة وانما سلحت الدار بهاد الخدمة هذه هي داري بسم الله على بركتي الياد توكلت عليك يا ربي هذه هي الدخل ديال باب ديال داري حمدتك يا ربي وشكرتك واخيرا غده نديد داري واخيرا ما غنبق السكنه في القارج واخيرا غاي ولي عندي بيط نعاس وغاي ولي عندي بيط القلوس وغاي ولي عندي الصالون الا الا وغتوي عندي الكزينة فيه نشقة على راحتي وبي جيو عندي حبابي ولقوا فيني باته ومرحبة بحبابي ومرحبا بخوتي وخوتاتي هذا هو الزوج ديالي تاج راسي عمارة داري تبارك الله عليه يفاهم معي الله يعطيه صحيح تويطة ويطول لي في عمره يا ربي ويخليه لي يا ربي أحسن ما كانت من نعطاه لي الله سبحانه وتعالى وهد الزوج وهد الوليدات اللي عندي يا ربي تصلحهم لي بغيت ولداتي يخرجوا صالحين ولدات جميع المسلمين يا ربي هذه هي الدويرة ديالي كيف ما كتشوفوا معي رها بقك حلا وفيها غير لياجور ولكن مفرحاني وهي اللي محمساني ومخلياني نخدم بها ديك الطريقة اللي كتشوفون طريقة كتش خدامة وما بقيتش قادرة نوقف وما بقيتش قادرة نخدم وتنقزز وتنعد في السبر وتنوقف وتنقول خسني خسني نخدم خسك يا حياتش خدمي خسك يا حياتش خدمي باش تصلحي هاتشي باش ما تسكنيش فيها بحال هاكا ما تسكنيش في وسط ملياجور وهدك لياجور يبدي يدخلي الفارع ويدخلي فيما كان صباح مريضة و كان قول صباح ناسا كان قول لا تنسيجا حيات قدامك هاد الشي اللي بيتنوصل ليه بسم الله على بركة الله هاد الشي اللي وصلت لي كيبال ناس شي حاجة ووالو ولكن انا تيبالي شي حاجة كبيرة ودائما فاش كانت منشا من الصالون حتى الكوزينة كان هزئي ديالسماء و كان قولي حمدتك يا ربي وشكالتك على هذا السكن اللي راني فيه كيف ما كتشوفه معايا هادي هي الدويرة ديالي بقى ما مفرشاش ولكن مفرحاني وعاجباني لوع الدراجة ما كتتصورش راكم شفت السكن اللي كتساكنة فيها في الاول كيف هش ديرا ودائب حمدتك يا ربي وشكرتك و كان شكر حتى سيدنا افضل سيدنا اللي ينصروا و هباش خدينا هات استيفادة هادي حمدتك يا ربي وشكرتك ما عرفش كيفاش نوصف لكم ذوك الاحساس و ذوك الشعور زمينة هدا كين سفيدة بوليداتي ولكن ان شاء الله بإذن الله هدا هو بيت القلوس ان شاء الله من هنا القدام كيف ما كتشوفه معايا غندير في ماريو فالحاد ما نرس لراس لحقاش عندي بيت نعاء صغير و ما عنديش فين غندير نماريو هدا هو بيت القلوس من بعد ما كان عندي غير قاراج ولا عندي بيت القلوس وهدا هو السالون و هادي الدخلة ديال السالون انا عجباني الدخلة ديال السالون زبانة تبارك الله و ان شاء الله و كنت منها اي وحدة ما عندهاش سكن كنت منها لها ضار بحال هادي ولا حسن منها قاع الله يسر الجميع يا ربي هدا هو السالون كيف ما كتشوفه معايا درتليه كبس رومي هوا هاد الشي علاش كتش كان درب تعماره و كان درب العذاب و تلكون مريضة و تنكزز و تنصبر السالون بقي ما مفرش ولكن عاجبني ان شاء الله بإذن الله اللي جاب هالدار غيجيب حتى الفراش و ان شاء الله غتقادل اومر هاد سديدرات غير كانوا عندي فاش كتش بقى كارية و جبتهم معايا عندي باني بهم على ما يحن الله لحقاش هوا ما عراض ما غديش يجوني فهات السالون خاصني و هما فيهم السبعين انا خاصني استدر غير ديال ستين الشراجم كيف ما كتشوفه و قدرتهم ديال العالمينيو و الضوء لاني درتوا على الحساب ووليداتي ووليداتي فرحوا بذك الضوء كي يقولي يا ماما غنديروا عيد ميلاد بلا من شعلوا الشمع كيف موليداتي فرحوا بهذا الدار كنت منا اي وليد عيش مع الام دياله و ما عندهاش الدار كنت منا يا ربي يسر ليهم و يسهل عليهم و يفرحوا هذا هو المراحل اللي جاني مجاش عريض غير طويل و شوفوا حاجة واحدة اللي اندمت على فالدار هو هات الجليش هو راح زوين ما بيش ولكن انا اندمت على هات اللون ديال الشليش اللي يدرت اه غلي في الحيط اما بالنسبة للارض بالنسبة للشراجم بالنسبة كل شي اذك شي اختاريتوا عن قناعي يعني مقتان عابي يعجبني و حمقني غل هاد جليش ديال الحيط هو صراحة هو اللي ما 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 بشاش لي معها يعني مع الدخلة ديال الدار ولكن مش مشكل ياربي تجيب محسن و نغيروا من هنا القدام علش الله اه جناب ديال البيبان اراني باقى من في نيامش مازال محتاجي الخدمة هذا هو بيتنعاس كيف ما قلت لكم بلا بيتنعاس راه جاني صغير لحقاش اذا نقص من بيتنعاس باش زد في الصالون هادك الشي على الجاني بيتنعاس صغير و قلت انا مش مشكل مدام بيتنعتي هزلي غير مثلا النموسية و هزلي احده شي كوافوز بحل هكا صافي الخير والباركة نخلي الصالون من يجوا عندي حبابي لقوا فين يرتاحوا و يلقوا فين يقلسوا هادك الشي على جدرت الصالون كبير و درت بيتن بيتنعاس صغير بيتنعاس حيث غدو خليلي غير من الليل الليل تنعسيه فيه صافي انت وما كيف ما كتشوفوا معايا اراني كان هدار معاكم وفرحانا وكنت مني يا ربي هاد الفرحة اللي انا فيها يفرحوا فيها يحفرحوا بحالي جميع المسلمين والمسلمات قعل اللي محتاجة يا ربي تيسر لها وتسهل عليها اعزكم الله هادي هي المرحة دايك كيف ما كتشوفوا معايا مني كاملات في الخدمة عجباتني والله يتعجباتني كنشوف فلوسي هنا يا ديال انني ذاك العادب اللي دوسته كامل كان ستمتع بي وانا كان قول الله حمدتك يا رب و شكرتك هذا وجه اللي جلي درتها والبشيت في دار كاملة بشيت فيها في القري والبيض ما بغيتش كلها بلاصة ندير فيها لون ذاك شعليش بشيت في القري والبيض بشيت في لون واحد كانت مني يا ربي يكون عجبكم ويلا عجبكم وما تبخلوش علي بلايك واشتراك وبرتاج بها الاهل والاحباب وباش نوصل لكم بلا المرأة المغربية مني كتبغي توصل شي حاجة ارها كتبغي تحط اي مرأة بالخصوص المهم انا تنهضر على المرأة المغربية اللي حكم انني انا مغربية ولكن اي مرأة بغيت توصل لهادي المستوى كتبغي توصلي هنا كيف ما كتشوفوا الطوالد درت فيها متر و تسعين في الطول عيوض ما غن دير سدة ونخرجها هنا يا عند الباب انا غنوريكم السدة اللي درت فوق من طوالد سوف نحضر عليكم في الخرجة وهذا هو وعد الكيمية كبيرة ممكن تحضر عليكم العجب اللي ما تخيلوش بالنسبة لهذا البلاكار ما زال غدا نحيضه بالنسبة لفران حتى هو غن نحيضه سلامونجيفين غي اكلو الوليدات لي تحسر الامور ان شاء الله بإذن الله انتم ما كتشوفوا معي هذه السدة اللي درت فوق من طوالد كامل خرجة عندي الكوزينة هالي فكره زوينة وغادي نستفدو منها بالستاف و بالنسبة لفوق دورتو كامل بالتجيرات باقي محتاج الاليمينيوم ولكن ان شاء الله بإذن الله اتقاد الأمور و ندير الاليمينيوم علش لا بالنسبة لهذا كشوف عندي قديم و جبتو و باش نخدم بي ولكن لقيتو صاف يلقاش و مخدامش و ملقاش كي يخدم هذا هو الشرج من دير الكوزينة كيف ما كتشوفوا معايا هاد البلايسة هنا ديرها فش كن دير في هاد والوليدات لكم عارف اللي عنده الوليدات ضروري ما يكون عنده الوحتيان انتم ما شوفوا تحت من البوتاجي الصراحة والله مني كي يكون البلاكرة دي الاليمينيوم كي يستروا يعني اتشي كامل مكانش غذيبا ولكن مش مشكل المهم انني حيت من غاراج كانت وعد البنت كانت كتهدار معايا وتواصلت معايا في الخاص و قاتلي يا كيفاش كتقدري تصوري لا قاتلي كيفاش كتقدري قاتلي يا تبارك الله عليك يعني كتسكن غير في غاراج و كتصوري و ما مسوقلت شي واحد بش يقول هانا حبيبتي علش ما كش مسوقلت شي واحد بش يقول هانا حبيبتي لا حقاش انا ما كتش كنشوف الناس اشنو كيشوفو كنشوف فراسي انا لا شو بغيت نوصل كنشوف راسي انا اشنو بغيت هذي هي القريا كلفات لي يبشيت شابالي مع القريا هذا هو الكسطرين الي خديت من المسمن والبغرير بصراحة هاد شي كامل يكيشوفو عويناتكم هاد جليج هاد القبص هاد الرخامة هاد اي حاجة كتشوفوه في هاد دار هذي مسلوحة بدرتها مني كتخدامه في المسمن والبغرير ما ش اكو لشه درتو منو طبيعة الحال معاونا انا او الزوج ديالي الزوج ديالي تصرف وانا تنصرف هو تيجيب وانا تنجيب كل واحد كيحطاب شوية بش كون ممن كل واحد مني كيحطاب شوية وكيجيبو كنكن باش كمنى هاد السكن هاد اللي راكم كتشوفو فيه واتشي كامل اللي راه هو عندي وكانت مني يا ربي تزيدني من فضله وديد كل من هو محتاج يا ربي تزيده من فضله ويا ربي ترحمنا برحم تكوت والحمد لله والشكر لله وما تنسوش في الاخير بارد اشتركوا الفيديو لكي تعمل الفائدة للجامعة